موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضايا العراق التربوية نرحب بطلبتنا الأعزاء بدرس من دروس الطبيعيات المرحلة الثالثة الفرع الصناعي وفرع الحاسبات وتقنيات المعلومات بعد ما أكملنا الفصل الرابع نسوي مراجعة سريعة على أهم مميزات الدائرة التي تحتوي على مقاومة الدائرة التي تحتوي على ملف الدائرة التي تحتوي على متسع لأن هذه مهمة جدا نلاحظ أنه أمامي أهم المميزات العامة لهذه الدائرة نشوف في المقاومة راح تبدي إعاقة أو تبدي إعاقة لمرور التيار ليش لها راح يتولد حرارة اش راح يتولد حرارة بينما بالرادة الحثية يعني بالملف لاحظ أنه تبدي معاكسة تبدي معاكسة وكذلك بالمتسعة أيضا تبدي معاكسة بالمقاومة طبعا إحنا نقدر نستخرج المقاومة حسب قانون أم إذا بمعنى تخضع لقانون أم كذلك الملف أيضا يخضع لقانون أم ولكن يمكن حساب الرادة الحثية أيضا اعتمادا على أن الملف يعتمد على تردد الدائرة وحث المحث راح يسين عندي 2xFR وبالمتسعة أيضا تخضع لقانون أم بمعنى أقدر أحسب الرادة السعوية من خلال البولتية على التيار وكذلك ممكن أن أحسبها بالعلاقة أكسي باعتمارها أيضا تعتمد أو تتناسب عكسيا مع تردد وسعة المتسعة توباي سعة المتسعة ألاحظ أنه بالمقاومة هناك استهلاك حقيقي للقدرة إذن تخضع لقانون جول الحراري بينما بالملف لا يوجد هناك استهلاك حقيقي للقدرة فلهذا لا يخضع لقانون جول كذلك بالمتسعة أيضا لا يوجد هناك استهلاك حقيقي للقدرة بمعنى أنه أيضا لا تخضع لقانون جول اللاحظ أن المقاومة لا تعتمد على تردد الدائرة لكن الملف والمتسعة بالملف تتناسب طرديا مع التردد وبالمتسعة تتناسب عكسيا مع التردد كما في القانون أعلى بالمقاومة الفولتية والتيار بنفس الطر بمعنى أنه لا يوجد زاوية فرق الطر بين الفولتية والتيار لكن بالملف اللاحظ أنه هناك الفولتية تسبق التيار بتسعين الفولتية تسبق التيار بتسعين لكن بالرد بالمتسعة اللاحظ أنه التيار يتقدم على الفولتية بتسعين أو نقول الفولتية تتأخر على التيار بتسعين هذه المميزات مهمة جدا جدا لأنه الطالب يستطيع أنه يحل جميع المسائل إذا ما ابتهم هذه المميزات كذلك أعدي بعض الأسئلة الخاصة بالمقاومة والملف الآن عندي ربط مقاومة مع ملف ألاحظ أنه السؤال الرابع بالكتاب يقول ربطت مقاومة مقدارها 3 أوم إذن قيمة المقاومة هي 3 أوم يقول مع محف خالص يعني مع ملف حتى هذاتي 50 ملي هنري ألاحظ من طيني بالملي أحوله إلى هنري العفو أضربه في 10 أس سالب ثلاثة ثم يقول لي مصدر فولتية متناوبة ترددها 40 على باي هيرتز بمعنى تردد الدائرة 40 على باي هيرتز على التوالي وكان تيار الدائرة 2 أمبير احسب لي فولتية المصدر احسب لي فولتية المصدر احنا أخذنا أسئلة يعني لا على التعين في سبيل المصلحة العامة للطالب يعرف شلون يحل مثل هذه المسائل ألاحظ أن الحث الذاتي منطينية 50 ملي أمبير بس ما منطيني الرادة الحثية أستخرج الرادة الحثية من خلال قانون 2 باي أف إير 2 باي التردد منطينية 40 على باي في 50 في 10 أسالة بثلاثة حولنا الملي هنري إلى الهنري الباي ويا الباي تختصر 2 في 40 80 في 50 أربعة تالاف أربعة تالاف في 10 أسالة بثلاثة هذه الثلاثة الصفارة معناها 10 أسل ثلاثة ويا العشرة أسالة بثلاثة يبقى لي أربعة أمبير قيمة الرادة الحثية الآن استخرجت الرادة الحثية الأربعة أوم هي الرادة الحثية الآن أستخرج الممانعة الممانعة بما أنه الرادة الحثية تسبق المقاومة بتسعين إذن هناك زاوية فرق طور أحلها بنظرية فيثاغورس رح يصير عندي الرادة الحثية تربيع زائدا المقاومة تربيع بمعنى أنه أربعة أربعة تربيع أربعة تربيع ستعاش وثلاثة تربيع تسعة رح يصير خمسة وعشرين بمعنى أنه الممانعة طلعت لي خمسة أوم خمسة أوم وحدة قياس الممانعة الآن أطبق قانون أوم رح يصير عندي الفولتية تساوي لي التيار في الممانعة التيار في الممانعة ألاحظ أن التيار منطينية هو ثنين أمبير والممانعة استخرجتها خمسة رح يصير ثنين في خمسة يساوي لي عشر فولت عشر فولت هذا من الأسئلة الجيدة والسهلة عندما أربط مقاومة مع ملف الآن نأخذ سؤال على المتسعة أيضا السؤال عند ربط مقاومة مع متسعة أيضا من الأسئلة المهمة والجيدة يقول ربطت متسعة سعتها ميت مايكرو فراد هنا منطيني وحدة القياس بالمايكرو أحولها إلى الفراد أضربها في عشرة أسالب ستة بين قطبي مصدر للتيار المتناول فولتية مية وعشرين فولت إذن منطيني الفولتية مية وعشرين مع مقاومة مقدارها عشرة أوم إذن المقاومة مقدارها عشرة أوم على التوالي يقول احسب لي الرادة السعوية ثم التيار المار بالدائرة وزاوية فرق الطور إذا علمت أن تردد الدائرة خمسمية على باي هيرتز يعني أول طلب رادة السعوية يريد إذن بمعنى أنه الرادة السعوية واحد على تو باي في التردد في سعة المتسعة إذن واحد على تو باي في التردد خمسمية على باي وسعة المتسعة مية في عشرة أسالب ستة ليال حولناها من مايكرو فراد إلى فراد الباي ويالباي تختصر لاثنين في خمسمية ألف في مية رح يصير ميت ألف بمعنى عشرة أس خمسة في عشرة أسالب ستة رح يطلع لي واحد على عشرة أسالب واحد هذه العشرة أسالب من المقام أصعدها إلما للبسط رح يصري الناتج عشرة أوم بمعنى أنه الرادة السعوية هي عشرة أوم الآن أستخرج الممانعة ألاحظ أنه في ربط المقاومة مع المتسعة المقاومة تسبق المتسعة بتسعين إذن هناك زاوية فرق طور فلهذا ألاحظ أنه أيضا أحلها بطريقة أو نظرية فيتاغورس رح يصير عندي تحت الجذر مقاومة أربع عشرة أربع مية والرادة السعوية طلعتها عشرة أيضا رح يصير عشرة أربع مية مية زائد مية ميتين بمعنى الناتج رح يطلع لي عشرة جذر الاثنين أوم هذه هي قيمة الممانعة كذلك أطبق قانون أوم لاستخراج التيار الدائرة هي الفولتية الكلية على الممانعة الفولتية منطينيها مية وعشرين والممانعة طلعتها عشرة جذر الاثنين رح يصير عندي ثمانية بوينت أربعة أمبير هي تيار الدائرة بما أنه هناك زاوية فرق طور بين المقاومة والمتسعة بمعنى أنه ممكن أستخرج زاوية فرق الطور من خلال تطبيق قانون الرادة السعوية سالب باعتبار أنه اتجاهها عزيز الطالب إلى الأسفل هذا هو المخطط هذه R وهذه هي XC بالسالب بمعنى أنه XC سالب على R ناقص عشرة على عشرة يطلع لي سالب واحد سالب واحد ألاحظ أنه هذه الزاوية هي سالب خمسة واربعين بمعنى أنه الزاوية تقع بالربع الرابع الزاوية تقع بالربع الرابع زاوية فرق الطور هذا أيضاً أأكد بأنه هنانا الطالب ينتبه أيضاً هناك زاوية فرق الطور بين المقاومة والرادة السعوية هذه هي المقاومة وهذه XC الزاوية هي 90 درجة هناك ودائماً الرادة السعوية تأخذ الاتجاه السالب للمحور الصادي تأخذ الاتجاه السالب للمحور الصادي في تطبيق نظرية فيثاغورس أوجدنا الممانعة ثم أوجدنا زاوية فرق الطور هذه هي الممانعة وأوجدنا زاوية فرق الطور إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم آملين اللقاء بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة